قبل أن يبدو المقطع يا حبايب سأضعكم رابط قناة بالوصف أتمنى من الكل يروح يشترك بها ونوصلها أكبر عدد من الاشتراكات الصراحة القناة قدم محتوى جدا جميل ومتوب عليه فأتمنى من الكل يروح يشترك بها سأضعكم بها بالوصف لا تنسون وبس يلا نبدو المقطع الخبر الأول اللي عادنا عن مرسال وفضيح تلبيسان اسماعيل واتهامه أنه هي سبب المشاكل بينها وبين نارين بيوتي يعني أنه هي سوى فتنة بيناتهم فمرسال نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بيه أنه هو نارين بيوتي قبل كم سنة هما كانوا أصدقاء وقبل ما نارين بيوتي تنزل أي أغنية على قناتها يقول أنه هو كان أول شخص ينصحب هذا الشي أنه تنزل أغاني وبعد ما نارين بيوتي اقتنعت بالوضع كان من المفروض أنه يلتقي هو وياها ببرلين ولكن قبل ما يصير هذا الشي يجد تبيسان وصارت تقول نارين بيوتي أنه أوفي مرسال ويتشتغلين وياه وطبعا هذا الشي صار بالفعل فهي قطعت على قتوية مرسال ولغت الفول على حسابها بالإنستغرام فألكم لي رحطكم هذه الستوريات على ما تفتهمون أكثر قص نارين سي تخبرك وانا عنها هي شائلة قديمة وبديحكيها بتمنى ما تفهموني غلط أنا بالعب أحترمها كتير للذنت وما في منها فترة من الفترات كانت صداقتي كتير منيحة مع نارين وبهي الفترة نارين السكاتة ما بتقني فكن دايما اقترح عليها أنه ليش ما تعمني غنية فصراحة بعد عدة محاوات أنه اقتنعت مني كصديق قعمي إلا فهون قررنا أنه لما تزل عبرلين عساس نلتقي ونضبط الغنية ونشتغي عليها سبحان الله في حد أسمع بهذا الحكي وراح صار يحكي لها عني بأشياء محقيية فالبنة الطبيعية يتصدقوا يمكن لأنه بتعرفوا قبلي فالتغى المشروع هون وما بعرف فعال فترة أجتها مثلي أون فولو فاكتبونا يا حبايب بالكومنتات شو رأيكم باللي سمعتوه هل بيسان كانت هي السبب المشاكل أو لا الخبار الثاني اللي عدنا عن شهد السمند وهل هم من صابوا بالكورونا فسمند نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانوا ديستوون بفحص الكورونا مثل مدد تشوفون هل ياترهم مشاكين بيهم كورونا أو شي فإن شاء الله يارب أن يوميكو يصير بيهم شي مجرد ممكن يريدون يسافرون فضروري أن يسوون هذا الفحص لكن يا حبايب اكتبونا رأيكم بالكومنتات ولا تنسون تدعو لهم الخبار الثالث اللي عدنا عن مرسال واستهزاء بيسان وأنس بالبداية مرسان نزل على حسابه بالإنستغرام ذو الستوريات اللي يطلب المتابعين أنه ينطوا أسماء يوتيوبر وهو راح يقيمهم فواحد من الأسماء اللي جاه هو كان أنس الشايب فهو قيم أنس الشايب فقال عليه أنه منه هو أصلا عمودة قيمة فهو ما صار له باليوتيوب إلا فترة بسيطة ولكن من نفس الوقت قال عليه أنه هو قلبه طيب أما بالنسبة لبيسان فقال على بيسان كأنه لما أدخل على قناتها لأني داخل بلاك فرايدي طبعا ما يعرف شون يعني بلاك فرايدي هو اليوم العالمي للتخفيضات فهو يقصد أنه محتوى بيسان اسماعيل على قناتها هو عبارة عن محتوى رخيص و أكثر على كل ما راح أطلقوا هذه الستوريات شوفوا عم تتهمون أكثر نفس الساعة ما صر له بالأصر غير من مبارح العصر يعني شوفوا خيوه شوفوا صح أنه مايع وزنغ وخيوه إذا بتجيب معمل كونه ما بتهضمه بس قلبه طيب أنا بعرفه قبل ما يتعرف على بيسان بكل صراحة عصي رأي يعني عندما تفوت على قناتها بحس حالي بلاك فرايدي حتى بلاك فرايدي ملأتك أرخص من هيك محتوى يجماعة شو هدوا هد حناش الخبر الرابع اللي عادنا عن بيسان وأنس ونورستار واحتفانه بموفلوغز بمناسبة وصول قناته للعشر مليون فبيسان نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كانت تبارك به الموفلوغز وكانوا يياهم نورستار عليك ونا راح تطوكم هذه الستوريات اللي حاب أن يشوفها حرام 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 مول ألف مبارك على العسرة مليون إن شاء الله له عشرين مليون ارقى ارقى مال افاك اولادك 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 وصلى الهاتف المقطع تمنى مقطع جاوكم لا تنسوا تضعوا اللايك ستركوا بالقناة لأنكم فايزة لما قناة مملكة الخصص وبس مع السلامة اشتركوا في القناة